يقوم الإنسان العادي في حياته اليومية بجملة من الأفعال المعتادة أكل، شرب، رياضة، نوم، محادثة، كتابة، قراءة إلى آخره ويمكن لمعظم الناس إيجاد حجج مقنعة تثبت معنى هذه الأفعال وأهميتها فالأكل والشرب ضروريان لحياة البدن والرياضة تفيد الأعضاء وتطرد السموم والآفات ولكن السؤال الذي يلح على الفرد، لسيما في ظروف معينة كالملل من هذا الفعل أو ذاك مفادئ ما الفائدة الكلية التي يحصلها الفرد أو يتطلع إليها من هذه الفوائد الجزئية أو بعبارة أخرى ما المعنى الكلي الذي يقبع خلف هذه المعاني الجزئية كلها كما أن الفرد يواجه في حياته اليومية أحداثا متنوعة كحركة الأشياء أو سلوك الناس من حوله أو تغيرات المناخ أو نحو ذلك ويجد في نفسه دافعا لإدراك معنى هذه الأحداث أو بعضها ويزداد هذا الدافع إلحاحا عند مواجهة الأحداث الغامضة أو العشوائية كما يحدث عندما يدخل المرء بيته فيجد إنسان غريبا يجلس على مقعده حينها سيتساءل الفرد عن معنى هذا الواقع وقصة هذا الحدث ويكون متحفزا لتحصيل إطار تفسيري لوجود هذا الإنسان الغريب وهكذا بالنسبة إلى سؤال معنى الحياة فإن وجود الإنسان داخل هذا العالم بهذه الهيئة المركبة يبدو غريبا على من لم يستهلكه الإلف ولم يهيمن عليه الاعتياد وتكون الإجابة عن سؤال المعنى بتقديم الإطار التفسيري للوجود الإنساني نفسه يساق مفهوم معنى الحياة عادة ويراد به إما ألف معنى الحياة بالنسبة إلى الفرد أي معنى حياة الفرد أو الدلالة النهائية لدلالات الأفعال الجزئية كلها والمقصود بها السياق أو الإطار العام للزمن أو الحياة الذي تبدو من خلاله هذه الأفعال معقولة وذات مغزى وإما باء معنى الحياة مطلقا أي مخطط الوجود برمته ومن الواضح الارتباط بين هذين المفهومين فمعنى الحياة العام يؤسس للمعنى في حياة الفرد كما أن معنى الفعل اليومي يستمد من معنى الحياة بجملتها وموقع الفرد داخلها ويرى بعض الباحثين أن سؤال معنى الحياة يتضمن في الحقيقة خمسة أسئلة رئيسية الأول لماذا وجدت أنا ولماذا وجد الناس أو لماذا وجد أي شيء عموما والثاني هل لهذا الوجود هدف ما وإذا كان له هدف فما طبيعته وما مصدره والثالث هل أفعال الإنسان بحاجة إلى أن تؤسس على شيء ما وإذا كان ذلك ضروريا فما هو والرابع لماذا يكتظ العالم بالألم والمعاناة والخامس كيف ينتهي هذا العالم وهل الموت الأبدي هو نهاية المطاف أم أن هناك عالما آخر وهذه الأسئلة كما تلحظ تجمع تقريبا أهم الأسئلة الوجودية التي تشغل بال أي إنسان وعند التدقيق نرى أن السؤال الثاني والثالث يقعان في صلب معنى الحياة أما السؤال الأول فهو متضمن في السؤال الثاني تقريبا في حين أن سؤال الموت والألم يمثلان استطراضا ضروريا للإجابة عن سؤال المعنى ولذا سأتناولهما في مواضع لاحقة وإذا أردنا تكثيف الشروحات وتلخيصها فسنقول إن معنى الحياة هو تفسير لما يعنيه أن يعيش الفرد حياته وما يمر به من أحداث ومواقف وما يمتلكه من أهداف وآمال يسعى لتحقيقها ويشيع الاستعمال السلبي لمفهوم معنى الحياة بصياغ بلاغية متنوعة في كثير من الكتابات الشعبية والأدبية المعاصرة بنفيه أو البحث عنه أو التعبير عن غموضه أو تفلته وهو استعمال مفهوم في إطار المنظور الحداثي إلى العالم فهو تعبير طبيعي عن أزمة عامة تحيط بهذا السؤال في فضاءات الثقافة الغربية كما سنرى لاحقا إلا أنه يستعمل كما نلحظ بين المنتمين إلى البيئات الإسلامية مع كون معنى الحياة يعد من بداهيات التصور الإسلامي وعند التأمل سنجد أن هذا الاستعمال النافي لسؤال المعنى أو المتشكك فيه إما أن يكون تعبيرا عن الانخراط في التصور الحداثي نفسه والتأثر الفعلي بآثاره الناتجة عن تشوش الرؤية الكلية الدينية للعالم أو رفضها أو فقدان تأثيرها في السلوك أو تلاشيها من الشعور الجزئي كما يظهر لدى التيارات الأدبية العلمانية المتطرفة واللا دينية وإما أن يكون تعبيرا عن غياب دلالة الفعل المعين أو ضعفها أو اضطرابها وغموض الارتباط الدلالي بين الرؤية الكلية والمغزى العام من الوجود والحدث الجزئي ومثال ذلك شكوى المرء من فقدان المعنى في عمل أو وظيفة ما وهو يعني أن هذه الوظيفة لا تلبي رغبته في الشعور بالإنجاز أو التأثير مثلا إضاءالتها أو هامشيتها أو حتى عبثيتها لا سيما إذا كانت تنتمي إلى بيئات العمل التي تكثر فيها البطالة المقنعة حين لا يكون شغلها مهما لأي شيء وكذلك الشأن في العلاقات مع الآخرين مثلا فالبحث عن علاقة ذات معنى يعني البحث عن ارتباط شخصي مع إنسان آخر يحقق غايات الصداقة أو الزواج المشروعة والمتعارف عليها وهذا الاستعمال الثاني هو الأكثر شيوعا في الفضاء العربي والإسلامي فكثيرا ما يطرح سؤال المعنى في سياق التعبير عن ضعف الإحساس أو تبلد الشعور أو تلاشي الدافعية وضمور الطموح تجاه الفعل أو العلاقة المعينة وهي ظواهر معهودة ومنتشرة في الزمن المعاصر وهذا الاستعمال وهو يقع خارج أغراض الكتاب تقريبا يجري على ألسنة وأقلام الكتاب تأثرا بشيوعه في المشهد الثقافي العام المتشبع بالتدفق الدائم للثقافات الحداثية من غير إدراك لسياقه الفكري وجذوره العقائدية ومع ذلك فإثارة سؤال المعنى في الفضاء العربي ليس مجرد تقنيد لفظي منزوع الدلالة بل هو يتقاطع أحيانا مع مظاهر عديدة لآثار أزمة المعنى في العالم المعاصر فضعف الاعتقاد الإيماني واستبعاد الأسباب والمؤثرات الغيبية وتراخ الصلة بالله تعالى تسهل من تشوش المعنى في الفعل اليومي كما أن الانغماس في المزاج الفرداني الجديد يضخم من قيمة المصلحة الذاتية وأهمية الشعور الداخلي المتوهج ومن ثم تكون الأفعال اليومية والعلاقات الشخصية عرضة لفقدان المعنى باستمرار لا يعد سؤال المعنى مقترحا فكريا مجردا أو أطروحة أكاديمية منمقة بل إنه ينبع من داخل البنية الدماغية والحيوية للإنسان فقد استنتجت العديد من الدراسات النفسية أن الذهن البشرية مصمم للتعرف على الأنماط وأن بنية الإدراك تتسم بتطلب الانتظام وتنزع بقوة لاستخراج الاتساق والمعنى من المثيرات الحسية المتنوعة وهي تقوم بذلك وفقا لمبادئ عدة كالقرب فالمثيرات الإدراكية التي تتقارب يميل الذهن إلى تجميعها معا والتشابه فتشابه المثيرات في الحجم أو الشكل أو اللون تجعل الذهن ينظمها في وحدة واحدة والإكمال فالذهن يميل إلى إغلاق الأشكال والمنحنيات والرسوم غير المكتملة مثلا كالمثلث الناقص ليدركه كشكل معروف مندرج ضمن فئة دلالية معهودة وهذا يقع حتى لصغار الأطفال وغير ذلك من المبادئ التي تساعد الذهن على إدراك الكل من خلال تجميع الأجزاء أو ملء الفراغات أو تخيلها ويرى بعض علماء النفس أن هذه البنية الإدراكية الميالة لاستنباط المعنى فيما حولها تعود إلى أسباب تطورية حيث إن بقاء الإنسان حياً يلتبط بقدرته على اكتشاف الأنماط والعلاقات في بيئته المحيطة به والاستفادة من هذه المعرفة في معيشته اليومية وهو بحاجة ماسة إلى ما يسميه بعضهم أطر المعنى ميننج فريموركس وهي تمثيلات ذهنية أو مخططات للصلاة الفعلية والمتوقعة بين الأشياء المختلفة في العالم وهذه الأطر هي التي تجعل العالم مفهوماً للفرد بمراكمة اكتشاف الترابطات والتشابهات والأسباب والمسببات داخل شبكة أو نظام من المعاني وهذه القدرة تطورت مع نمو قدرات الإنسان العقلية بمورور الوقت وفقاً للتصور التطوري وأدت أخيراً إلى بناء نماذج إدراكية أكثر دقة وتفصيلاً إلى أن وصلت إلى ظاهرة الحياة نفسها لتثير السؤال الوجودية حول معنى الحياة برمتها وبصرف النظر عن التفسير التطوري فالبحث عن المعنى عموماً نزعة مغروسة في عمق الإنسان فالفرد ينزع إلى تبرير الوجود الذي يراه من حوله أو تسويغه لأنه يعتمد في وجوده على العالم والأشياء والأشخاص من حوله وحاجته العميقة إلى ضمان هذه العلاقة مع العالم الخارجي تدفعه قسراً إلى البحث عن العناصر الدائمة المستقرة وراء الأحداث اليومية أو التجارب الإنسانية المنفصلة التي تفسر موقعه داخل التاريخ والعالم وتحدده له وهذه الحاجة جزء أصيل في الوضع الإنساني التاريخي ومع اتصاف الإنسان بالقدرة الفائقة على التكيف على نحو يفوق مخيلة معظم الناس إلا أنه يعجز عن التكيف أو الرضا بموقف مبهم غامض حول طبيعة الأشياء والأحداث التي تحيط به ومعناها لذا نجد ميلاً إنسانياً عاماً إلى الإيمان بأي نوع من المواقف الأيديولوجية إن كانت تفسر الأحداث والواقع بشكل منسجم أو تعبر عن سنن عامة تكمن وراءها وتسودها فتلغي من التاريخ الفردي والعام عنصر العرضية بتقديم مبدأ جامع يتجمع وراءها كل ما يحدث ويفسر جميع ما يقع إن الإنسان لا ينفك يلحظ بحدسه الداخلي إمكانية وجود أعماق أبعد في جوانب الوجود المختلفة وتمنعه خبرته وأشواقه الباطنة من الإطمئنان لمظاهر الأشياء الخارجية بل يظل معلق الخاطر برغبة اكتشاف العمق وتظل الدوافع قائمة في نفسه من حيث يشعر أو لا يشعر لمقاربة كنه الأشياء ومعناها الكلي بالعلم أو بالمخالطة أو بالشعور فحتى حاجات الإنسان الغريزية ترتبط عند الكائن الإنساني بمعنا ما وترتهن بقواعده ونظمه الرمزية وكيانه الذاتي مدفوعا دفعا مقلقا ومؤرقا إلى تجاوز الحوافز الحيوانية الخالصة التي تتجلى في توقه النفسي الشديد للارتباط والقرابة والشعور بالهوية وتوفر الإطار التوجيهي للذات لذا يلاحظ الطبيب النفسي وعالم الأعصاب كورت جولدشتاين أن من يقتصر على الدوافع البيولوجية الأساسية المتعلقة بالأكل والشرب والجنس هم فقط المرضى في المستشفيات العقلية أما غالبية البشر فينخرطون في أنشطة أبعد من هذه الحوافز الأولية ومن ثم فلا يمكن فهم طبيعة الإشباع عند الفرد بتحليل الوظائف الحسية والدوافع العضوية البحثة ويرجع عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر أزمة المعنى في الحداثة إلى مسار تطورات العلمنة والعقلنة في تاريخ الغرب الحديث ويرى أن الفهم العلمي للعالم هو السبب في مسار نزع السحر عن العالم أو إلغاء التعظيم ومحو القداسة عن الكون لأن المعرفة التجريبية في شكل عقلاني قد حققت عملية نزع السحر عن العالم وتحويله إلى آلية سببية واستبعدت صلة الرب بالعالم ووقفت ضد الدعاءات المصادرة الأخلاقية بأن العالم كوسموس أو كون يأخذ نظامه من الله ومن ثم فهو عالم موجه على نحو له معنى أخلاقي مهما كان شكله وكانت النتيجة أن النظرة التجريبية للعالم والموجهة بأكملها توجيها رياضيا هي من حيث المبدأ تظهر الإنكار لكل طريقة نظر من شأنها أن تتساءل عموما عن معنى ما للأحداث الجارية داخل العالم ويذكر فيبر الطب مثالا على ذلك يقول إن المفترضات العامة للمنشأة الطبية هي تأكيد مهمة الإبقاء على الحياة البحثة والتقليل أقصى ما يمكن من الألم البحث أما ما إذا كانت الحياة تستحق الحياة ومتى فإن الطب لا يسأل عن ذلك وكل علوم الطبيعة إنما تمنحنا الإجابة عن سؤال ماذا يجب علينا أن نصنع متى ما أردنا أن نسيطر تقنيا على الحياة أما سؤال أخلاقية هذه السيطرة وحدودها وهل لها في نهاية المطاف معنا ما فهي تترك هذا الأمر غير محسوم تماما أو هي تفترضه سلفا من أجل غاياتها الخاصة وقد تبلورت معظم العلوم الحديثة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهي الفترة التي شهدت سيادة النزعة الوضعية والعقلانية المتطرفة في مناهج العلوم ومع دخول القرن العشرين واندلاع الحروب الهائلة وتزايد المخاطر التي أضحت تحيط بالبشرية جمعاء لا سيما مخاطر التقنية وتطور التسليح الذري تصاعدت موجة تعادي أو تشكك في المنتج العلمي الوضعي لتجاهله وإقصائه للأسئلة الأساسية للكائن البشري ويأتي كتاب الفيلسوف الألماني إدموند غسرل أزمة العلوم الأوروبية ليعبر بدقة عن ملامح هذه الموجة يقول كثيرا ما نسمع أن هذا العلم ليس لديه ما يقوله لنا في المحنة التي تلم بحياتنا إنه يقصي مبدئيا تلك الأسئلة بالذات التي تعتبر هي الأسئلة الحياتية الملحة بالنسبة للإنسان المعرض في أزمتنا المشؤومة لتحولات مصيرية الأسئلة المتعلقة بمعنى هذا الوجود البشري أو لا معناه هل يمكن أن يكون هناك عموما معنا في هذا العالم الذي تحطرت فيه كل الأنظمة الحياتية التي تسندنا وانحلت فيه كل الروابط الداخلية هل يمكن أن نعيش دون أن نستوثق من معنى مطلق لوجودنا وللعالم له صلاحية أزلية كل هذه الأسئلة المتعلقة بالإنسان تقصيها العلوم الوضعية لا يعبر هذا الموقف عن اتهام فلسفي متحيز بل إن كثيراً من المختصين في العلوم التجريبية يعترفون بغربة العلوم عن أسئلة المعنى كما يقول الفيزيائي إيرفين شرودنجز إن العلم لا يعرف شيئاً عن الجمال والقبح والجيد والرديء والله والأبدية وحتى حين يقدم العلم إجابات يظهر أن هذه الإجابات سخيفة جداً يصعب التعامل معها بجدية ويؤكد عالم البيولوجيا بيتر مدوار أن العلم عاجز عن الإجابة على أسئلة الأطفال الأولية المتعلقة بالأمور النهائية كيف بدأ كل شيء؟ لماذا نحن هنا؟ ما الغاية من الحياة؟ كما لا يملك العلم التجريبي الإجابة عن السؤال المحير لماذا يوجد شيء بدلاً عن لا شيء؟ وهو السؤال الأساسي للميتا فيزيقية برمتها كما يرى مارتين هيدغر